السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شوانكم شباب ان شاء الله تكونون بألف خير اليوم موضوعنا او شرحنا راح يكون عن العملة على البيتكوين او على الكريبتو على العملة بصورة عامة مثل ما شفون احنا داخلين بموقع رابنهود قبل عفو قبل لا ندخل بالموضوع وقبل لا ندخل بالشرح شوي راح اتاخر عليكم اخوان بالفيديوهات اسبوعين تقريب اه بظروف العمل والسفر اه شوية شغلي اكثر شي بي سفر فرح اتاخر عليكم بس اذا عدتكم اي ملاحظات اه اي مشكلة تواجهكم كتبولي بالكومنت وان راح اواصلكم يعني ما راح اقطعوا اياكم اذا اتاخرت عليكم يجو تتاخر عليكم ساعات بس ان شاء الله ما قصروا اياكم باي مساعدة ان شاء الله كنت على تواصلوا اياكم بس شوية الفيديوهات راح تتأخر وان شاء الله احنا مغطين اكثر الفيديوهات موجودة واللي ما موجودة واي واحد عنده مشكلة بس يطرحها الي ان شاء الله واسوي بها فيديو باقرب وقت ان شاء الله نتوكل على الله اخوان مثل احنا بمنصة رابنهود نختار الكريبتو مثل ما شوفهم تطلعتكم البابيرل لست اذا انت بصفحتك الرئيسية راح تطلع عندك هنا جوا الكريبتو اللي هي العملات اذا ندخل عليها راح تطيننا العملة تقريب تطيننا سبعة بس اذا ضغطنا بالسيرتش وقدنا لطلع عندنا الكريبتو نقل لشو مور راح ينطيننا تقريب 17 نوع من العملة اللي موجودة برابنهود هذه كلها الموجودات الحلو اخوان برابنهود او اغلب المنصات اللي هي تتعامل بالكريبتو 24 اوارز اخوان ما ينقطع يعني مباشر 24 ساعة مثل ما شوفون اذا ندخل على البيتكوين نشوفه مستمر لايف 24 ساعة شوقت ما تقدر تدخل تدخل يعني والنقطة الثانية والمهمة اخوان ما بي شروط يعني يعني لا تخاف ما راح ينصد حسابك اذا تداول بي مثل اشتريت الصبح وبعت العصر اشتريت الصبح وبعت العصر مو معناها راح يقفلون حسابك سويت ثلاث عمليات البيتكوين او العملة اخوان ما بيها شروط مثل ما شروط الاسهم هذه عملة فمن حقك اذا تتشتري عشر مرات يومية وتبيع عشرين مرة ما راح تتقيد ما عليك اي شي ما تتطبق عليك هاي الشروط اخوان مثل ما نشوفها قدامنا البيتكوين اللي اغلب الناس تعرفها وسامعة بيها اكيد الصراحة انا ابدا ما مشتري عملة ولا متداول بيها بس هي بيها خير وبركة بيها رزق شبير اه هنانا عندنا منشوفون هنانا طبعا ما انصح لاخوان اذا يتعاملون بالعملة اه يستخدمون الجوال الجوال اخوان مو عملي والله مو عملي وانا دايما انصحكم اقولكم اخوان ديروا بالكم على فلوسكم لا تخطرون الفلوسكم اخوان الاسهم العملة تحتاج عندك منصة تحتاج تعرف البانيوم تحتاج تعرف المخطط ما لكل سهم او مال كل عملة تحتاج هواي امور اخوان هاي فلوسك وما ردك تخسرها بشغلات تتوقع بان هي سهلة ولا عن طريق الجوال سهلة هذي كنصيحة اخوية لكم نكمل موضوعنا اخوان مثل ما شفنا هذي منصة الربن هود قلنا ودخلنا على البيتكوين وشوفون سعر البيتكوين بـ 18800 وشوية تقريب لان جاي يتحرك وتشوفون المضاربة عليه المستمرة هنا قلنا وان داي هنا يطلع لك وان ويك هنا يطلع لك وان منث هنا يطلع لك ثلاثة شهر هنا تطلع لك سنة وهنا خمس سنوات خلينا نشوفها قبل سنة خلينا نشوف قبل سنة ونشوف ببقت الفيروس ببقت الأزمة تذكرون الفيروس صارت أزمته والماركت تأثر أكثر شي بالثالث اذا نشوف هذا مارتش نروح المارتش فرست هذا تقريب شهر واحد لافة كانت العملة البيتكوين قيمتها 8533 وما شاء الله تفرد تقريب بهاي الأشهر من الثالث احنا ببداية الثنعاش يعني بالعشر تالاف دولار وصلت يعني بس خلال يعني واحد لو مستثمر هنا هم ما حصل لنا بس الصراحة أنا ما عندي كل خبرة بالعملة وهنيئا والله يرزق كل من ودخل بالعملة واستفاد من عدها بالعافية عليها وهنيئا إليه فمثل ما شوفون أخوان أرباح العملة ما شاء الله قلنا تقريب عشرة الاف دولار من الشهر الثالث الشهر الثنعاش يعني حتى سنة ما كاملة رابن هود ما رح ينطيك بس أخبار ما رح ينطيك الفاليوم جقد مثل الأسهم عليها فاليوم تعرفونك وعملة عليها الفاليوم أخواني اللي هي مثل تقدر تبيع وتشتري بنفس اللحظة تشوف هنا حركة بيع وشارة بيع وشارة ناس تشتري وناس تبيع ما رح تبين عندك هنا إلا إذا عندك تسوي عن طريق الدسكتاب أو عن طريق اللابتاب أو أي جهاز ثاني غير جوال تسوي لأكستند وتقدر تختار مثل بدل ما هو على لاين هنا موجود رح تضغط الشمعات ورح شوفونا يعني شوية شمعات ما رح يطلع عندك يعني هذي شوفونا هنا هم وحاطينها الشمعات هاي شمعات الحمر بي نزول فشغلت العملة شوية شغلة معقدة حتى الأسهم شوية برابنهود مو مثل باقي المنصات تطيق التفاصيل أكثر فهنانا الضروري إخواني إذا أنت تستخدم الدسكتاب وما عندك أي منصة الضروري هنا تروح تسوي الار اس آي اللي هو هنا موجود نختاره الضروري هذا تستخدم أخواني الار اس آي بكل منصة أنا بالنسبة إلي أنصح دائما وعدنا عدة شروحات عليه وتختار الماك دي هنا تختاره ونختار هنا الموفن آبرج فشوفون هنا صارت عندنا هذه طبعا الار اس آي قلنا شرحنا عليه سابقا قلنا ما نشتري هنا هنا من يوصل تعرفون قلنا منصة رابنهود ما تطيننا تفاصيل دقيقة مثل باقي المنصات بالار اس آي ضروري عندنا يكون خط التلاثين والسبعين هنا خط التلاثين ما جاي يبين عندنا خط التلاثين ما رح يبين عندكم ولا خط السبعين تشوفون هذه حافة الخط الأصفر وهذا خط السبعين وهذا خط التلاثين فهذا اخوان من الدخلون ضروري هنا اذا صعد المؤشر مالتنا بالار اس آي سابق وان شرحنا هنا عليه صار عليه مشترى قوي مشترى قوي بعد المشترى ينزل ينزل ويصير يصبح للأوفرسولد اللي هو هنا الأوفر بايت الأوفر بايت رح يصير يوصل للسبعين والأوفرسولد ينزل للتلاثين فأكيد احنا من نشتري ما نشتري بالسبعين من سابع المستحيلات اللي رح يأكس علينا فمن يصعد يصعد فوق السبعين يجوز خمس درجات أو ست درجات ويرجع ينزل فأنت من تشتري أكيد رح تشتري جوة تشتري مثل بالتلاثين تشتري خمسة وتلاثين بهذه المنطقة يعني مال الار اس آي اخوان مو بالعملة قصدي خمسة وتلاثين فمن ينزل هنا احنا نبدأ نشتري على ما يصعد هنا نبيع هذه لطريقة الار اس آي اخوان وموجود فيديو موجود إن شاء الله خلي لكم اللينك إذا تحب التابعة فهذه بالنسبة المنصة رابنهود ما ينطينا تفاصيل دقيقة مثل ما قلنا فهذه بالنسبة للعملة فنرجع إن شاء الله هم ندخل بموضوع ويبول هم نشرحها إن شاء الله للأخوة المشتركين بي فنشوف قلنا هذه إذا نريد نروح قلنا نضغط على لايف وريد نشتري مو شرط تشتري بـ 18000 دولار و892 مو شرط هنا لدينا إذا اختارينا رد نشتري البيتكوين عدنا عد أمرين بس أوامر اثنين لا أكثر ولا أقل عدنا المت أوردر وعدنا الماركت أوردر قلنا الماركت أوردر أخوان اللي هو السعر الحالي هذا السعر الحالي هذا يسحول الماركت أوردر إذا رد نشتري بلمت أوردر المت أوردر معناها تتوقع بين هذا رح يصير بـ 17000 أو تقول بـ 18000 هذا المت أوردر طبعا هذه مو بالعملة الـ USA هذه ما أظن عملة الـ USA إذا نريد أشتري هنا نشتري بهذا بالعملة الـ USA كل ما هناك نحط سعرنا إذا اختارينا المت أوردر قلنا إذا تريد سعر كتل تشتري به أو تريد ماركت أوردر أو تقول أنا خلاص أشتري هسا حاليا نشوفه نازل هنا مثل رح نقول أكيد البيتكوين عليها فاليوم قوي إنت هنا أكيد ما رح تشتري بـ 18000 دولار تقول أنا رح تشتري مثل هنا بيقلنا إذا نختار الماركت أوردر السعر الحالي تريد تشتري بقيمة 10 دولارات أو حتى لو تشتري بدولار واحد رابن هود رح يبيع لك بدولار واحد إذا تريد تستثمر كل أسبوع بدولار أو العفو كل يوم بدولار كل يوم دولار تقدر تشتري تقدر تشتري وتقدر تبيع بنفس الوقت هس رح نجرب مثل نسوي ريفيو نشتري بدولار سوي الريفيو نقل سبمت أوردر يشتري نياب دولار خلاص شفوا هذه هسا صارت عندي العملية توتل كوست صارت دولار وبني لأن نتحرك لأن إحنا مباشر إذا نروح على المسج ونشوف رح تصير عندنا نشتري نحن هذا البيتكوين بدولار واحد فمثل ما شوفون هذا القيمة الشرائية مالتنا يعني هذا المشتري هنا النسبة تطلع لي فهذه فهذه اخوان شوفون هنا أنا تقريب صارت هسا لأن نزلت شوية البيتكوين فهذا نشوف هنا عدنا صار هنا نزول وآن اشتريت فالقيمة القيمة اللي اشتريت بها كوست مي وان دولار بدولار وبني صارت بتسعة وتسعين واثنين ثمانين يعني تقدر تبيعها خلال ثواني أول ما تصعد تبيع القيمة ماتك شوف هنا نجا تتحرك وهنا من يصير عندك نقص فهذا الكوست ماتك هلقى تكلفك كلفني بدولار وإذا اريد بيعها هسا بيعها بهذا السعر إذا اريد بيع الواحد شون أبيعها أروح نفس الحالة أسوي سيل فشفنا يا أخوان طريقة الشراء وهسا حبينا نبيع عندنا طريقة نضغط على يو اس دولارز إذا حبينا نبيع طبعا رح نضغط على سيل أول مرة نضغط على يو اس دولارز رح تتحول البيتكوين يعني قد عندك بيتكوين إذا حطينا باليو اس دولارز يعني تبيع العفو باليو اس دولارز رح تخلي 99 سنت هنا فما رح تصرف لك حتى تصرف لك بالصورة الصحيحة نضغط على البيتكوين وناخذ هذا الرقم الموجود كله نتسوي لكابي ونخليه بهذا المربع رح تطلع عندنا نسوي رفيو order يعني لنحنا ما رح حاليا رح أبيع لنحط عفو المت order يعني المت ماتي إذا وصل لهذا السعر اللي هو 52 98 فمثل إذا قل لبيع ليا بالماركت order حاليا بالماركت order مثل ما شوفون هسه تقريب هو 99 83 رح أبيع على هذا السعر اللي هو 99 سنت أسوي review وقل لصب ورح ينباع تروح لعملية البيع مثل ما شوف ون هسه وصل 99 82 إذا هذا صعد استمر بالصعود رح يبيع بهذا السعر وهذه تعرفون هنا من ينزل تقدر تشتري بهذا النزول بس إحنا سوينا على مد الدرس حتى تعرفون فرح سنسوي عملية البيع رح نخسر بس 2 penny لأن أنا مشتري بدولار و penny حسه بدول عفو 99 84 بالعشرة فخلينا هنا هذا الرقم قلنا ناخذه ضغط نعلم بتكوين نسوي ل submit order فنسوي done done خلاص إجت لرسالة بأن ننباع البيتكوين على هذا السعر هذا ال order انتهت العملية إخوان إذا سوينا refresh للصفحة خلاص سراح تروح من عندي العملة اللي هي بدولار راح تختفت لين بعت على هذا السعر فهذه اخوان عملية البيتكوين يعني جدا سهلة ما بها كل صعوبة نرجع للفاملي ما البيتكوين اللي هي جميع العملات قلنا ندخل إذا شفناهم بس قليلين هنا مثل ما شفون تقريب سبعة بيتكوين إذا تطلع هم كلهم كل ما هنالك تكتب الكريبتو وتقل شاومور راح يمطي كل أنواع البيتكوين هنا مثل ما شفوها سبعة عش وحدة سبعة عش عملة اخوان هنا إذا تحكم بالبرايس تقول عريدة قال مثل يعني البرايس من اثنين واربعين لاثمانين دولار راح يطلع لك بس واحد فما أظن هاي تستخدمها ما أظن تحتاجها لأن موجود سبعة عش سهم العفو 17 عملة قدامك بسهولة تشوفهم يعني بدل ما تسوي هاي الحركات مثل الأسهم فأي استفسار عدكم بالنسبة رابن هود هذي طريقة جدا جدا سهلة ومو معقدة أما بالأخوة الويبل ويبل أخوان قبل فترة منسو تحديث ما كانت عند عملة وهس نزل العملة تقدر تدخلها عن طريق ال الديسكتاب تقدر تدخل عن طريق الديسكتاب وتشوف أو تكتب الكريبتو بالسيرتش وتطلع لك هس ندخل عن طريق الجوال ونشوف الطريقة اللي ما مفاعل الكريبتو اللي هي العملة قلنا يدخل على الماركت يضغط على الماركت هذا بسوي لكم مقطع على السريع اللي انفعلته وحبيت صورته حتى أراويكم طريقة التفعيل اخوان اضغط على الماركت بعد ما تضغط على الماركت راح تطلع لك عندك يوني ستايت وتطلع لك عندك الكريبتو الجلوبل احنا نضغط على الكريبتو تضغط هنا راح يطلع لك مثل ما راح نشغل الفيديو وراح نشوف من تضغط عليه هنا راح يسئلك تضغط على كلمة trade ما راح خليك تشتري لازم نسوي apply now تضغط على apply تحط البصمة متك بعد البصمة راح يقلك بين انت ما فق على الشروط مت العملة تسوي click to sign signature هنا بس تضغط عليها وخلاص يقل راح يقلك وان بزنس دي راح نسوي لك نفعل الكريبتو اخوان فالعملية جدا بسيطة وكان ما تاخذ اخذت مني ربع ساعة وجدت لي رسالة بان تم تفعيل الكريبتو خلن نرجع للجوال حتى نشوف بعد التفعيل ندخل على ويبل ندخل على المنصة مثل ما شفنا هنا نضغط هنا على market بعد ما ضغط على market راح نضغط على الكريبتو نضغط على الكريبتو الويبل ما اخذ بس المهمات وحاط هم هنا اخوان لينتو بادي ويا العملة تشوفون هذه اسعار العملة هذه ما اظن باليو اس دولار لان هذه السعر مو بالدولار الامريكي من تدخل تشتري راح ايضا نفس طريقة رابنهود شون اختارين اذا ضغط نها على bitcoin نضغط عليها بعد ما يتفعل حسابك قدت طبعا طول بس ربع ساعة نضغط على bitcoin راح تطلع عندنا هذه الشاشة اخوان تشوفون الفرق بين ويبل ورابنهود فرق شبير كل الش شبير شفنا السعر هذا موجود ننزل جوه نشوف تفاصيل يطين الاخبار عن البيت كوين نفس رابنهود يطين الاخبار عن البيت كوين بس هنا تفاصيل اكثر واكثر من رابنهود فهنانا والحلوب بويبل عندهم كميونيتي هنا يحطون الكومنت يضغط عليها يحشون هذا قبل 54 دقيقة يحشون على العملة ويدابلون ببيناتهم اللي هذي ما موجودة بويبل طبعا اذا ضغطت هنا راح يوديك عفو اذا ضغطت هنا راح يوديك للبروفايل ماتك او هنا نقدر نشوف اخوان من الصفحة الرئيسية بويبل نقدر نضغط على هذا السهم الزغير نقدر نسوي مثل دقيقة خلال دقيقة او خلال دقيقتين ويطينا تفاصيل اكثر عن الحركة اللي موجودة بالعملة اللي دخلنا عليها هي البيتكوين مثل اغلب الناس مثل تستخدم خمس دقائق انا الزقائق وعدكم هذا ديلي اذا تريد او اذا تريد او تريد او سنة وهنا تختار اذا تريد الشمعات الاندي كيدرز عفو هذه سنة احنا ضغطناها اهنا نضغط على الشمعات حتى تشتغل عندنا الشمعات شوي من الجوال تختار الكاندلز اللي عجبك مثل ما شوف الرابن عفو ويبل مختار هذي الشمعات احنا نقدر نختار الشمعات اللي فوق وراح تطلع عليك بهذه الطريقة اخوان اذا ندخل على هذا المربع اللي موجود باربعة هنا اذا تخطط الاندي كيترز مات موجود هنا اذا ترسم على الشاشة هذا الرسم او هذا تشارت لاير اللي هو الطيكر وال تدخل عن طريق هذا المربع اللي موجود فوق هس اذا ضغط عليها رح يصير بهذه الصور اخوان فالعملية جدا سهلة هنا انا قلنا اذا تنزل جوه طبعا قلنا هس هذه العملة هذا سعر ها موجود بالتداول live موجودة هس رح ندخل ونعرف شتون نشتري وشون نبيع اذا نزل جوه رح نضغط عليه كلمة trade اذا ضغط نعلى trade رح يحول لهذه الصفحة اخوان بهذه الصفحة رح تطلع عندنا الاختيارات الorder type اللي هو قلنا مثل رابن هود ما بي غير limit price والmarket الماركت اللي هو قلنا السعر الحالي واللي اللي انت تختار السعر فالعملية جدا سهلة وهنا أنا عندك buy او تبيع او تشتري هنا يقل لك limit price اللي هو قلنا عليه اللي تغير اذا اختار المت يقل لك مثل شوف هنا هو حاط لك 19 اذا ما تشتري 19 فتري تشتري مثل اقل تضغط على الزائد والناقص او او تقدر عندك هذا السهم العفو هذا السهم اللي هنا تسحب لجو ينزل تقول انا اشتري مثل بسبعة عاش الف اذا تشتري مثل بسبعة عاش الف او تشتري مثل هذا اللي انتل ما تك بال limit order اذا رجعنا اختار الماركت order عفو الماركت order اللي اول ما رح يطلع عندنا رح يطلع عندنا بس هنا نختار جقد السعر اللي ريد نشتري به نضغط على التكلفة العفو هذا واحد معناها bitcoin واحد اخوان اسف اذا هنان تشتري bitcoin واحد تضغط عليه احنا هنان رح نضغط ال bitcoin نفسه يحول ها النوعية bitcoin اللي انتج قد تريد تأخذ بال bitcoin احنا سضغط ال bitcoin عندنا و US دولار اذا اختار US دولار وريد نشتري بال market price رح نحول هنا نشتري مثل بدولار نحط السعر مالتنا وانس نجرب العملية شو نشتري بدولار رح نضغط على هذه النسبة اللي هي 29% من قيمة US دولار احنا ننزل ها ونختار مثل قلنا نقدر ننزل ها اش قد يعجبنا ونختار مثل بس دولار واحد اذا اعجبنا او نكتب هنا نكتاب نكتب 1.00 هذا هو الدولار رح يطلع عندنا نشتري بدولار وهنا نضغط الفلوس اللي عندك موجودة وهنا نتنزل اقل لك بدولار رح يطلع هذه النسبة هس رح نجرب ونشتري بدولار مثل ما جربنا برابن هود نضغط على كلمة buy وراح يقل لنا بان الت العملة رح تشتري بها البيت كوين تشتري ها بدولار واحد اقل لك او سوي skip order confirmation يعني ما تحتاج الكم فرميشن بس احنا نحتاج ه نقل لك confirm شوف سوان الوردر واشتران نياه بدولار اوبن بزيشن اذا عدنا اوبن بزيشن اذا ضغطينا احنا على المت برايس رح يصير هنا الوبن بزيشن لان اختارينا سعر من ينزل بس احنا هنا نشتري بالماركت برايس نضغط على البزيشن رح رح يطلع عندنا هذا البيتكوين اللي اشترينا مثل ما شوفوا قدامكم نضغط على البيتكوين اللي اشترينا هذا قيمته مثل ما شوف اخوان هذا اشترينا بدولار هنا الساعة بـ 23 اللي هو تقريب عندي انا بالعشرة بالليل بس هذا توقيت نيوي يورك بـ 23 بال ايسترن تايم فهذا البزيشن مات اخوان هذا بـ دولار وهنا تقريب الماركت فاليو قيمته حاليا 99 نقص عندي لأن قلنا هذي عملة تتحرك ومو ثابت اخوان فاذا هتيت بيعها شنسوي خنوخر هذي من الشاشة اذا ردي هسا رد بيعها على 99 سنت مثل ما بيعناها بـ رابنهود اضغط على كلمة سيل اضغط سيل الماركت اذا اختارينا الماركت ارد قلنا حسب الماركت قدري تنبيع بقت السوق لأن احنا اشترينا مثل نازل وريد نبيع هسا صعد فما رح ما احتاج اختار الماركت ارد بالسعر الحالي اختارينا الماركت ارد ضغطت على سيل سأل هنا العدد هنا ما يحتاج اكتب الحلو بالبويبل اخوان ما يحتاج اكتب اي رقم عندي هذا السهم ويقل لي انت هذه النسبة لم يشتريها اصحب هذا السهم على جهة اليمين مثل اذا عندي خمسة اش قد عندي هو اساسا اهنا نشوف السعر اساسا انا عندي بس واحد اوصل هذا الواحد النهايته مية بالمية بان رح اخسر انا تقريب اه لان اشتريت بدولار فرح ابيعها بتسعة وتسعين فهذا اخوان بالنسبة اذا للعملة شون نشتريها وشلون نبيعها مثل ما شوفون حركة السوق انا حاليا قلت لكم اشترينا بدولار وراح نبيع بدولار كل ما هنالك رح اضغط على كلمة اللي هي تحت وراح ابيعها واسوي لكم اذا اقل من دولار ما رح يبيعها لازم تكون دولار فما فوق فنقدر ننتظر ونبيع عملتنا من الصير بدولار رح تبين عندنا بان هي صارت بدولار من اسوي المت واردر اخوان اتحكم بهذا السهم اذا احنا قلنا بالجوال اتحكم بهذا السهم اخذ يمين ويسار مثل اريد ابيع بدولار سنتين او بدولار اللي انت اللي عجبك تشتري فخلي نقول احنا ردي نبيع بدولار من نحرك هذا لا تباوع لهاي الارقام الفوق اخوان باعل هذا الرقم هنا الرقم ما تكرح يصير اذا حركت السهم اصبح ابيع مثل بدولار اللي انا املك اللي اشتريت بدولار قبل شوية حطيت اللي تماتي وسويت كلمة سيال واختاريت هذا المصطرة اللي موجودة وشفت انا اللي املك اشقد عندي اختاريت المت ماتي مثل ما يعجبك تبيع بدولار تبيع بدولار النص تحرك هذه المصطرة ع اليمين مثل تقل اذا وصل بدولار وخمس سنتات او او شوية المصطرة شوية معقدة بالتليفون او تريد السعر اللي انت تريد مثل دولار تسعة سنتات اكثر شي يعني ما رح يوصل اكثر من هذا فاحنا مثل هس نقل بيع نيا بدولار ما نقدر نبيع اقل من دولار اختار نضغط على كلمة سيل مثل ما تشوف هنا اذا وصل بدولار بيع نيا باللمت order نضغط على سيل تطلع عنا هذه بيعني اذا وصل السعر تقل انا understand نضغط على كلمة سيل اهنا سألنا بيع انت عندك بدولار تبيع اللي هذي باقي من العملة اقل خلاص كنفرن اذا ضغطنا على open order اللي order مالتنا نضغط عليه بيعن رح يراوي نبيع نحن رح نبيع عدنا هن اللي ما يطلع واحد لان احنا هذه النسبة بسيطة مئوية بدولار اشتريناها فمن توصل دولار الويبل يبيع لنا و تدتي العملية فجدا سهلة ان شاء الله اخوان وصلت الفكرة هذه بالنسبة الويبل فعملية جدا سهلة وبسيطة تقدرون تستخدموها هذه بالنسبة الاخوة اللي يستخدمون ويبل اي استفسار اخوان بخدمتكم ان شاء الله واسف اذا كان الفيديو طويل بس ان شاء الله يكون الشرح سهل بالنسبة للعملة وشلون نشتري وشلون نبيع فهذه اللي موجود عندي واي استفسار كتبولي بالكومت وان شاء الله بخدمتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وربي رزقكم اخواني جميعا اشتركوا في القناة